موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام الى لقاء جديد في حديث الصحافة نتابع فيه ابرز عنوين الصحافة المحلية والدولية ونبحث فيها مع الصحفيين والكتاب والمحللين ونقرأ ايضا ردود الفعل في مواقع التواصل الاجتماعي لمختلف القضايا والمستجدات على الساحة المحلية والدولية والبداية من صحيفة الجمهورية رئيس الجمهورية النوايا الصادقة والعمل الجاد كفيل باخرج اليمن من ازمته الى برل الامان البرلمان يطلب بمخاصبة المسؤولين عن الوحدات العسكرية التي تعرضت للهجوم الارهابي بشبوة باسندوة الحكومة تبذل جهودا مستمرة للإفراج عن الصيادين المحتجزين في اريتيريا وزير التخطيط اجتماعات الممانحين تدل على اهتمام المجتمع الدولي باليمن وزارة الكهرباء صنعاء مهددتهم بانقطاع التيار بشكل كامل بسبب احتجاز قاطرات الوقود في نهم السجن ثلاث سنوات لمدان بالانتماء الى عصبة مسلحة تابعة للقاعدة صحيفة اخبار اليوم القضاء العسكري يحقق في شراء الدفاع صعبون بنصف مليار ريال مجلة امريكية الاعمال العدائية المفتوحة للحوتيين تهدد الاستقرار باليمن صحيفة يمن فوكس الشباكات عنيفة بين القبائل ومسلحي القاعدة تقتل وتصيب اكثر من 15 فردا بمارب الناخبي لا يمكن ان يصبح اليمن رقما في الجزيرة العربية والعالم الا موحدا الاندبندنت موسكو باعت لمصر وليبيا واليمن صواريخ غاز سردين نجاة العقيد ثابت ضابط في المخابرات من محاولة اغتيال بحضر موت الحكومة توجه الدفاع والداخلية بتعقب عنصر القاعدة وتأمر بمحاصبة العسكريين المتواطئين مع الارهاب والتخريب صحيفة المصدر مصدر قضائي لا يوجد دعوة او حكم بابطال قرار تشكيل هيئة مكافحة الفساد محافظ حضر موت السابق فكرة الاقريم الشرقي حاضيت بتأييد من الداخل والخارج الحكومة تحيل انتهاء شرعية المجالس المحلية الى الرئيس في المواقع الاخبارية والالكترونية نستعرض العناوين التالية الصحوة نت سلفي صقدة يطالبون الرئيس واللجنة الرئاسية بسرعة تنفيذ الاتفاق مع جماعة الحوثي مجلس الوزراء ينتظر رد الرئيس بشأن المجالس المحلية المنتهية فترتها القانونية عدن اونلاين اهالي جردان بشبوة مدير عامل مديرية يرفض الالتزام الوظيفي ويدير عمله من خارج المحافظة حراك الازارق يشكو تصرفات شلال بتعيينه قيادات غير مرغوبة في المديرية التعيير نت حزب المؤتمر يرفض التمديد للرئيس هادي ويؤيد شكل الدولة للتحديات من عدة اقاليم بشرط توافقها مع الوحدة الحكومة اليمنية تؤكد على ضرورة محاسبة القيادات العسكرية والامنية وتوجه وزارتين الدفاع والداخلية بتعاقب عناصر تنظيم القاعدة في الصحافة العربية والعالمية نستعرض اهم العناوين المهتمة بالشأن اليمني القدس عربي قنب اليمن باربعين وجها ويبحث عن طلة على الخارج الحياة السعودية اليمن مقتل اربعة من القاعدة وثلاثة مسلحين قبليين في مارب ولتسليط الضوء على هذه العناوين وغيرها معنا هنا في الستوديو الكاتب والصحفي عبدالله دوبلا مرحبا بك سيد عبدالله مرحبا بك في البداية مجلة امريكية تتحدث وتقول الاعمال العدائية المفتوحة للحوثيين تهدد الاستقرار باليمن ما قراءتك لهذا العنوان بطبيعة الحالة الحوثي يعني واخذ الان اكثر من اشتباكات ما اكثر من طرف اشتباكات في صعدة اشتباكات في عمران اشتباكات في الرضمة توسع في تعز توسع في تهامة هذه الاعمال العدائية الحاصلة او الاعمال العدائية المستقبلية للحوثي بطبيعة الهالة يتودد استقرار من البلد كيف يمكن قراءة ان الحوثي يعني يدخل للحوار الوطني وكذا لكن في المقابل يتوسع على الارض ينتهك الكثير من الحرومات يعتدي على السلفيين في دماج على القبائل في العصيمات وكذلك في الرضمة في ابة التي يعني من المستحيل ان يكون هناك يعني للحوثي له تواجد بهذا الشكل يعني والحوثي بطبيعة الحال هو كامر واقع يعني يقب التعامل مع الحوثي كطرف سياسي ولهذا الامر تم ادراجه في الهوار الوطني لكن كامر واقع هناك الحوثي يتسلح باسلحة فقيلة يتمدد اسكريا وضع الدولة السياسية والاسكري وهو ضائف فعلا يعني ولن تكون الدولة قادرة على بسط سلطتها على قيمة عراضي اليمني ولذلك الحوثي يتوسع في حروبه في عدة من منطقة المواطنين ولا هالي القبليين الذين يتواجههم الحوثي هم يقدون نفسهم مضطرين لمواقهات هذا التوسع والتمدد الحوثي لكن بطبيعة الحالة انا اعتقد ان كما قال الزميل محمد العلاي ان الحوثي فقاعة صابون كبيرة وان كانت تسبب مشاكل لكن في الاخرها ستنتهي بعكم السيرون للتاريخ وصلون للتاريخ طيب الحوار الوطني ماذا عليه ان يعمل تجاه هذه الاعمال وتجاه حتى الجماعة المسلحة الحوار الوطني ليس جهة تنفيذية جهة ليس جهة سيادية هذه المسؤولية مسؤولية الدولة حين تكون الدولة قادرة على بسط نفوذها ستبسط نفوذها بدون ان تكتب الحوار الوطني حرفا واحدا او ان كتب هذه من بدهيات وظائف الدولة وهو بسط سيادتها على جميع الوضيات يعني المسؤولية تقع على عاتق الدولة لا ليس الايلاق المسؤولية هي وظيفة وظيفة اي دولة هي بسط سلطتها على اراضيها لكن بما ان الدولة تمر بمشاكل اتقدها مثل هذه القماعات الطفيلية المناخ المناسب ولكن حين تكون دولة قادرة بطبيعة الحالة تبسط نفوذها اذا ما انتقلنا الى عنوان اخر وهو عن المجالس المحلية الحكومة تحيل انتهاء شرعية المجالس المحلية الى الرئيس ما قرأتك لهل يمكن الرئيس ان يتخذ في هذا القرار ام انه سيبقيها قبل قبل الحديث عن ماذا يستخده الرئيس قبل انتكلم عن المجالس المحلية الوضع القانوي الى هذه المجالس المحلية كان قد انتهى فترتها قبل سنتين تم التنبيذ لها مرة واحدة القانون يعالج مثل هذه المسائل ويكون يمدد لها مرة واحدة الان وضع معقد وشاهد اعتقد ان المرحلة جميعا تخضع لاتفاق سياسي كوافق لم يشمل مسألة المجالس المحلية ببعتبارها كانت قائمة وشرعية في ذلك الوقت لكن اعتقد ان يجب ان نشملها الاتفاق السياسي ايضا هذه المسألة لا يمكن القانون كافي بيحلها الوحدة لذلك اننا مر باشكالية كبيرة ليست انتخابات المجالس المحلية وانما انتخابات رئاسية والبرمانية ولذلك البلد هل هو مهيأ لا السؤال الهام هل هو مهيأ اللي يخوض انتخابات بشكل طبيعي برأيك هل هو مهيأ لا لا انا في باعتقد شخصي لا لكن نحتاج الى مرحلة تأسسية ثانية وهذا يمكن هناك كثير من الحديث حولها مرحلة بين الانتاء المرحلة الانتقالية اللي هالحاصلان وما قبل الوضع النهائي طبعا بالطبع المرحلة الانتقالية لم تكتمل وبدليل انها لم تعمل ما نص عليه لا لا هو السؤال سنذهب الانتخابات حين الانتهاء من دستور جديد سنذهب الانتخابات حين اتفق على اقراء الانتخابات لكن هل انجزنات دستورا قديدا لا هل القوى السياسية مهيئة للاتفاق على خوض انتخابات قريبا اعتقد لأول ذلك سيكون الوضع السياسي الراهن هو القائم في المرحلة القادمة هذا التحليل الشخصي هل هناك ضمانات حتى اذا ما مدد ويعني يحصل هناك مرحلة تأسيسية لا لا نحتاج تمديد وانما انتخابات من جديد لكن هل هناك ضمانات من تنفيذ ما نصت عليه المبادرة الخليجية والية التنفيذية في اصدار قانون للعدالة الانتقالية في تشكيل لجنة هناك اشياء كثيرة لما تحقق بعد اعتقد ان الحوار الوطني يناقش مثل هذه المسائل او ينبغي عليها ان يناقش واذا لا يكون يناقش عليها ان يناقش مثل هذه المسائل وهو الخروب باتفاقات سياسية ومعينة لوضع محددات واضحة للمرحلة القادمة انا لا افضل الذهب للمرحلة القادمة يبدو محددات واضحة ان يكون هناك محددات واضحة اعتقد كتب ذلك في الفيسبوك ان المرحلة القادمة هي امر واقع الخوض القدل فيها هل ستكون قائمة او لا اعتقد انه ماضي على الوقت يجب ان تنبه القوة السياسية لهذه المسألة وان تذهب الى اتفاق سياسي يجعل من ملامح المرحلة القادمة مسألة واضحة واضحة المعالمين في عنوان اخر في صحيفة يمن فوكس اللي هي الحكومة توجه الدفاع والداخلية بتعقب عناصر القاعدة وتأمر بمحاسبة العسكريين المتواطئين مع الارهاب والتخريب ما قراءتك لهذا العنوان وهذا الامر وظيفة الدفاع والداخلية وظيفة بدون توقيح حكومة اعتقد انه زيادة خير ان توقيح الحكومة بهذه المسألة لكن هل هناك عسكرية متواطئين هذا هو الخبر القديد في الامر ولذلك الداخلية والدفاع معنيين بيعطى اسماء حول هؤلاء المتورطين وتقديمهم لانه باعتقاد يعني اطلاق مثل هذا الاتهام هو اطلاق اطلاق خطير هل يمكن ان يكون هذا الاتهام مبني على معلومات حقيقية ربما لكن اقد ان الحكومة بجزة المختلفة والدفاع وداخلية هي معنية بكشف اسماء للمجتمع وإلا سيكون هناك لغط كثير حول هذه المسألة ونحن نحتاج الى وجود شكوك اكثر خاصة نحتاج الى التوحد الشعبي خلف المؤسسة العسكرية والامنية لمكارفة هذا الارهاب السيء والذي يعيث فسادا في الارض والذي يزهق الارواح برأيك من يقف وراء الاحداث التي حدثت في شبوة أنا كنا نخوض نقاش سياسي قبل فترة أمس حول مسألة ظهور واختفاء مثل هذه الاعمال التفكيري الارهابية مثلا تقطع للنفط قطع الطرقات استهدافة العسكريين ستلاحظ كمان يلاحظ الجميع ان هذه الاعمال فقاة تنشط بشكل كبير وفترة معينة تكون هادئة تقدم الامر علاقة بالوضع السياسي الراهن وطرق الاطراف السياسية لكن لا استطيع نتهم جزافا بدون ادلة والمعنى بهذا الامر بتقديم ادلة كذلك هي الحكومة وزير الدفاع هو قال ان هناك من ان هذه الاحداث ووراها الناس يريدون عرقلة سير الحوار الوطني من هولا الناس يجب ان نحتاج الى اسماء نحتاج الى ادلة هل ترى انا لا تراودين الشكوك حول انه توجد اطراف سياسية تعمل على هذه المسائل لكن احتاج الى اسماء ولا ادلة طيب في اخر محور هو علي صالح يقول انه مستعد لهناظرات الافيزيونية مع الرئيس هادي وباسندوى ودون تجريح او شتم خلال يعني يطلب الرد خلال اربع وشتين ساعة هذا عنوان في صحيفة المسطر امر قميل بس اعتقد انه انا كتحلي شخصية بعيدا اعتقد انه انه هناك ما ازعق هادي من تصريحات لا لا ما ازعق صالح من تصريحات هادي وتصريحات باسندو ولذلك يريد ان نذهب معهم الى سجال شخصية لكن لا اعتقد ان الرئيس هادي سيعطير الدن الى مناظرة صالح وكذلك باسندوى تعتقد انه لا يستحق الرد لا 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 سوء قرر هادي هم من يكرروا باسندو هم المعنيين بالدعوة لكن تقدير الشخصية انهم لن التفتوا الى برأيك يعني ما دلالة هذا ان يصعد علي عبدالل صالح ويتحدث بهذا يعني نقول تلك اعتقد ان هناك تصريحات معينة تلقى هاريس الجمهورية ازعقت هذه كثيرا ربما هي التيس المذبوح رفسات التيس المذبوح الصحفي والكاتب والمحلل السياسي عبدالله دوبلا كنت معنا في هذا اللقاء شكرا جزيلا لك مشاهدين الى الصحافة الجديدة وفيها ننقل اهم المشاركات المتفرقة وعن ثورة سبتمبر الخالدة التي يصادف ذكرها ذكرها يوم الخميس كتب الباحث والكاتب عبدالفتاح البتول عن هذه الذكرى على صفحته في فيسبوك اذا كانت المناسبات الاطنية التي يحتفل ويحتفي بها الشعب اليمني كثيرة وعزيزة على اليمنيين فان ذكرى ثورة السادس والعشرين من سبتمبر تبقى المناسبة الاجمل والثورة الام والحدث الاهم والاكثر تأثيرا وحضورا والاعمق في حدوثه ودلالاته ونتائجه ومعطياته ومكاسب منجزاته لقد ازحت ثورة سبتمبر عن صدر شعبنا اليمني حكما فرديا سلاليا وراثيا وعنصريا وظالما ومنغلقا ووحشيا ولم يكن هذا الحكم مجرد نظام سياسي فاسد ومستعبد فحسب وانما كان ثمرة مباشرة لتصور سياسي ضيق وعنصري مزق الامة واستبد بها واستأثر بها وصادر حقها في العدلة والمساواة والانسانية الاستاذ محمد عبدالله اليدومي رئيس الهيئة العليا لتجمع اليمن للاصلاح على صفحته في الفيسبوك وجه رسالة الى المسلمين اليكم مفادها على المسلمين ان يدركوا وان يعقلوا انه كما ان الشمس تطلع من المشرق سنة وقانونة فان الضغط يحكمون الشعوب سنة وقانونة الاولى لن تتغير الا قبيل قيام الساعة والثانية لن تتبدل الا اذا حدث التغيير في الشعوب نماذج من الدول الفيدرالية اشارت اليه على جائزة نوبل السلام الناشطة توكل كرمان على صفحتها في الفيسبوك امريكا دولة فيدرالية والصومال كذلك هذا ما يقوله الدستوران الامريكي والصومالي على السواء والان يمكننا القول ان الفيدرالية نظام للحكم فشلوه ونجاحوه متوقف على مدى التزامه بمبادئ الرشد من تحقيق سيادة القانون وكفالة المساءلة والشفافية والمشاركة واحترام حقوق الانسان ومكافحة الفساد وغير ذلك من محايير ومبادئ الحكم الرشيد المتعارف عليها نجاحها ليس مسلمة غير قابلة للتشريك والقول بفشلها الحتمي هو الاخر ليس مسلمة كذلك تذكروا فقط ان امريكا والهند والمانيا والعدد من كبريات الديمقراطيات والاقتصاديات العالمية نظامها فيدرالي تذكروا ايضا ان الصومال وافغانستان والعدد من الدول الفاشلة نصت دساتيرها على ان نظامها فيدرالي كذلك يمكن القول ان الفيدرالية وسيلة لتوسيع المشاركة في سلطة وزيادة مساحة دائرة اتخاذ القرار لكنها ليست وسيلة لكفالة النزاهة والرشد وسيادة القانون فلذلك وسائل اخرى متعارف عليها يتعين الاخذ بها فاذا لم يكن النظام جيدا ونزيها تصبح الفيدرالية وسيلة للمشاركة في الفساد واداتا فاعلة لتوسيع نطاق عساءة استغنال السلطة بامكانكم مشاهدين الكرام المشاركة في فقرة الصحافة الجديدة على صفحتنا في فيسبوك حديث الصحافة ومتابعة حلقات البرنامج على الصفحة ذاتها وعلى موقع القناة على الانترنت سهيل دوت نت وعلى صفحة القناة في مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتويتر واليوتيوب الى هنا نكون قد وصلنا الى نهاية لقاء حديث الصحافة لهذا اليوم دمتم في رعاية الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا